مشاهدين في كل مكان متتبعي قناة الشروق نيوز أهلا بكم إلى موعد جديد من عدد ترندينج الشروق نيوز محطة نحاول من خلالها تسليط الضوء على أهم المواضيع التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها قبل خمس سنوات من الآن تعرض تمثال عين الفوار هذا المالم الأثري الذي تشتهر به ولاية الصيف تعرض للتخريب من قبل شاب قيل أنه مختل عقلي بمطرقته هشم أجزاء منها أخفيت المنحوتة عن الأنظار لفترة خضعت خلالها لعملية ترميم سنة 2018 فهذا المشهد تكرر تماما فهناك شاب انتهز فترة خلو الشارع الرئيسي من المرة خلال مباراة الكاميرون والبرازيلة يعني حوالي ساعة الثامنة مساء سعد إلى هذا المعلم التاريخي وقام بتخريبه مخلفا الضرارا بأجزاء منه نتابع هذا الفيديو مشاهدين لهذا الشاب الذي حاولت تخريب معلم عين الفوارة ونعود إذن مصالح الأمن ألقت القبض على هذا الشاب الذي حطم أجزاء من التمثال وبشرت التحقيق معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تفاعلوا مع هذه الحادثة جمعنا لكم بعض التعليقات إذن إسلام يعلق المتحف هو الحل الأمثل تعليق آخر لعمادة الذي تفاعل أيضا مع هذا الخبر وعلق مكانها الآن أصبح في ساحة المتحف صيف أو جميلة إذن أيضا هذا التعليق لمحمد أمين نقلها إلى المتحف هذا هو الحل الوحيد تعليق آخر مشاهدين لمحمد أمين محمد أمين يقول ماذا بكم نعبر عن أرائنا بدون تجريح هذا مكان عام حسب ظني وفي كل الحالات ليس له الحق في تحطيم التمثال نحن لسنا في غابة تعليق آخر لسهيب سهيب يقول أيضا حول هذه الحادثة الحل هي كل واحد يلتهى في روحه والتمثال هذا الأحسن أنهم يأخذونه للمتحف هذا الحساب يعلق أيضا أغلب تمثيل الرخامية في أوروبا محفوظة في المتاحف لعدة أسباب وتم صنع نسخ لوضعها في الأماكن التي تشغلها أو الأماكن الأصلية مشاهدين أنتم أيضا بإمكانكم التفاعل حول هذا الموضوع عبر صفحات الشروق تريندينج أسطورة كرة القدم البرازيلي بولي في وضعية صحية حارجة بسبب ورم في القلون هذه صورة اللاعب البرازيلي بولي الحالة استدعت نقله إلى المستشفى والعلاج منذ شهر سبتمبر الماضي وبعد انتشار خبر مرضه أرسلت قطر تحية لبولي بإيضاءة الأبراج والملاعب حيث أضيء ملعب لسيل الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في الثامن عشر من ديسمبر وبرج أسباير أقول بجواريستاد خليفة بصور بولي وهو يرتدي قميصه الشهير ذات الرقم عشر إذن بولي وبدوره طمن محبيه عن حالته الصحية كما شكر قطر على هذه الالتفاة بهذا البوست على الأنستغرام الذي يقول فيه بولي أيها الأصدقاء أنا في المستشفى أجري زيارتي الشهرية من الرابع أو من الرائع دائما أن أتلقى الرسائل الإيجابية شكرا لقطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر إيجابية إذن كان هذا تعليق الأسطورة بولي روادوا منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا أيضا مع هذا الخبر جمعنا لكم مشاهدين البعض من هذه التعليقات يعلق عدنان ويقول الله يشفيه هو من جعلنا نعشق كرة القدم إنه بولي الأسطورة تعليق آخر لمراد مراد يعلق حول قضية أو خبر مرض بولي حيفظ البولي ومردون أيقونتي كرة القدم مهما جاء العيبة وتألقوا الاثنين دون سبب شعبية الكرة في العالم وأول من أبدع وأظهر مهارات غير عادية رغم وجود أساطير في وقتهم مرفوقة بعالم الأرجنتين وعالم البرازيل هذا الحساب يعلق لك كل الحب والتقدير والاحترام والشفاء العاجل يطلب الشفاء العاجل لبولي إن شاء الله حساب آخر يحمل اسم ريش يقول رب نيش فيه ويقوم بالسلامة الشفاء العاجل لكل مرضى السرطان بدورنا أيضاً نطلب الشفاء العاجل لأسطورة بولي هذا الحساب يقول أيضاً بولي شخصية جميلة ونقية أتمنى من الله أن يخفف عنه ألمه مشاهدين أنتم أيضاً بإمكانكم التفاعل معنا بآرائكم عبر منصات الشروق نيوز يقال لوجود لحب كحب الأخ لأخيها فهو حب متبادل يدوم للأبد ولا حاجة لوجود دلائل عن صدق هذا الحب ومع ذلك قد تجمع الظروف الصعبة أخوين فيجسدان للعالم أجمل معاني هذه العلاقة ومن شوارع بيروت جسد طفلان صغيران أخوان جلسان على حافة الطريق بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة معنا الأخوة الحقيقية فهذه الصورة مشاهدين التي تظهر لكم هي طفل يحتضن أخته الصغيرة النائمة فالبرد كان قارسا اشتاحت منصات التواصل الاجتماعي تفاعل معها رواد هذه المنصات في الوطن العربي رصدنا لكم مشاهدين البعض منها أولا بالإعلامية الأنيا الأفغاني تقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الصورة من بيروت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعليق آخر لهذا الحساب يحمل اسم هاني هاني يقول للأسف مات الضمير ولا حسر تذكر أماما أو تذكر أقول أمام الإنسان بعد خسرته لضميره وما أكثره تعليق آخر مشاهدين لبشير يقول يا حرام على الذي يحدث أين الإنسان والإنسانية من ذلك ننتقل مشاهدين إلى تعليق آخر هذا الحساب يعلق الله يتلطف فيون ويبعثلون حناين شو بيحرقوا القلب متبوعا بوجه باكن حميدي يعلق حول هذه الحادثة شيلك عن الظروف الصعبة وقلة الحيلة والمادة ما يملك شي صح بس هن أو هن أغنياء بوجود حنان الأخ وتعاطف مع أخوه الأصغر تعليق آخر مشاهدين لحليمة تقول في هذا المشهد تجده أو هذا المشهد تجده في كل البلدان وأحيانا هو السبب أو السبب يكون العائلة الذين يستغلونهم لجمعي المال بما يسمى التسول التسول حسب قول هذه المعلقة إذن مشاهدين أنتم أيضا بإمكانكم وتفاعلوا معنا بأرائكم عبر منصات الشروق نيوزة إذن بهذا نصل وإياكم مشاهدين لختام عدد النهار اليوم من ترندينج الشروق نيوزة السلام عليكم